موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة والطالبات مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات الأحياء للصف الحادي عشر العلمي حلقتنا لهذا اليوم ستكون حلقة مراجعة لما سبق مناقشته في الحلقات السابقة نبدأ حلقتنا في مجموعة من الأسئلة لما سبق دراسته حول الجهاز الهضمي تعتبر الرحلة الكاملة خلال القناة الهضمية رحلة طويلة حيث أن الطعام يشتاز مسافة قدرها 9 أمتار ولمدة زمنية تستغرق من 8 إلى 48 ساعة خلال هذه الرحلة السؤال رتب أعضاء الجهاز الهضمي التالية من بداية عملية الهضم مع تحديد النشاط الخاص لكل عضو الجواب واحد الفم ويقوم بالهضم الآلي أي مضغ الطعام من خلال الأسنام يرطب الغذاء ويحول إلى بلعة غذائية بواسطة اللعاب اثنان البلعوم والمريء يقوم لسان المزمار بإغلاق مدخل الممر التنفسي ليتحرك الطعام خلال المريء بالحركة الدودية ثلاثة المعدة الهضم الآلي من خلال انقباض جدران المعدة والهضم الكيميائي من خلال أحماض وأنزيمات المعدة أربعة الأمعاء الدقيقة استكمال هضم المواد الغذائية في الاثني عشر الصائم المع اللفافي والخملات المعوية خمسة الأمعاء الغليظة تكوين البراز من خلال امتصاص الماء والفيتامينات غير المهضومة ليطرد عبر فتحة الشرج السؤال الثاني أي خلل في إفراز الغدد اللعابية قد يسبب خللا في عملية الهضم وصعوبة في بلع الطعام فسر ذلك على أسس علمية الجواب لأن الغدد اللعابية تفرز اللعاب الذي يتكون بدوره من ماء أملاح ذائبة مادة مخاطية وأنزيم الأمايليز والأنزيم المضاد للجراثيم حيث أن هذه المكونات تمتزج مع الطعام المنظوق لترطيبه وتحويله لبلعة غذائية سهلة البلع يعتبر البنكرياس من الأعضاء الحيوية للجسم عامة وللجهاز الهضمي بشكل خاص حيث أنه عضو متعدد المهام السؤال ماذا تتوقع أن يحدث إذا كان هناك خلل في البنكرياس؟ الجواب سيؤدي ذلك إلى عدم القدرة على ضبط تركيز سكر الجليكوز في الدم حيث يقوم البنكرياس بإفراز الإنسولين الذي يضبط تركيز الجليكوز بالدم كما يقوم بإفراز مجموعة من الإنزيمات الهامة كالأمايليز والماثتيز والتربسين واللايبيز ويحول الوسط إلى قلوي بوجود العصارة الصفراء السؤال الرابع اختر المفهوم الذي لا يتناسب مع البقية مع ذكر السبب الكبد المعدة البنكرياس الحويصل الصفراء الجواب المفهوم المختلف عن البقية هي المعدة حيث أن كل من الكبد والبنكرياس والحويصل الصفراء من الأعضاء الهضمية الملحقة بينما المعدة ليست من ملحقات الجهاز الهضمي السؤال الخامس ماذا تتوقع أن يحدث لو قمنا بالوقوف على اليدين بعد فترة قصيرة من تناول إحدى الوجبات كيف سيؤثر ذلك على عملية الهضم في رأيك الجواب سيكون هناك صعوبة في عملية الابتلاء ولكن الحركة الدودية ستساعدنا في استكمال عملية الهضم السؤال السادس صل بين كل إنزيم وما يتناسب في الجهة المقابلة البيبسين اللايبيز اللاكتيز الأمايليز اللعابي الجواب البيبسين يهضم البروتينات إلى بيبتدات أما اللايبيز فيفرزه البنكرياس اللاكتيز تفرزه الغدد المعوية الأمايليز اللعابي يهضم النشويات إلى مالتوز ننتقل إلى موضوع الجهاز الإخراجي للإنسان السؤال الأول يلعب الجهاز الإخراجي دورا بارزا في الحفاظ على الاتزان الداخلي لسوائل الجسم فسر هذه العبارة على أسس علمية الجواب يتخصص الجهاز الإخراجي للإنسان في إزالة معظم الفضلات النايتروجينية واليورية حيث يرشحها من الدم ويتحكم الجهاز الإخراجي بتركيز الماء في الجسم من خلال الهرمون المضاد لإدرار البول كما تكون الكليتان البول من خلال الترشيح وإعادة الامتصاص والإفراز السؤال الثاني وضح الملاءمة الوظيفية في الكلية الجواب تتكون الكلية من القشرة والنخاع حيث يمر خلالها شبكة من الأوردة والشرايين والأوعية الدموية كما تحتوي كل كلية على حوالي مليون وحدة كلوية أو نفرونة لترشيح الفضلات من الدم السؤال الثالث علل يمر حوالي 180 لتر من السوائل والدم عبر الكلية يوميا لكنه لا يصبح كله بول الجواب لأن معظمه يعود إلى مجرى الدم حاملا معه الجلوكوز والأملاح والفيتامينات السؤال الرابع ماذا تتوقع أن يحدث عند شرب كميات قليلة من الماء أو حدوث تعرق شديد للجسم أو وجود نسبة مرتفعة من الملح في الدم الجواب سيرتفع الضغط الأسموزي أي التناضحي في الدم وتكشفه مستقبلات حسية في تحت المهاد ثم تتكون نبضة عصبية تنتقل إلى الفص الخلفي للغدة النخامية حيث تحفز إفراز هرمون الـ A-D-H في الدم مما يحفز الكليتين على امتصاص كمية أكبر من الماء من البول والرشيح فيقل حجم البول ويزداد تركيزه ننتقل إلى موضوع التنفس الخلوي السؤال الأول علل يعتبر توفر جزيئات الـ A-T-B في الجسم أساسياً لحياة الإنسان الجواب لا يمكننا الحياة بدون توفر جزيئات الـ A-T-B حيث أنه يستخدم في ثلاث أنشطة حيوية رئيسية وهي كالتالي توفير الطاقة للوظائف الميكانيكية للخلايا اثنين النقل النشط للأيونات والجزيئات عبر الأغشية ثلاثة تصنيع الجزيئات الكبيرة السؤال الثاني فسر كيف يحرر التنفس الخلوي الطاقة من الغذاء الجواب عن طريق تحليل سكر الجلوكوز من خلال سلسلة من التفاعلات الكيميائية التي ينتج عنها الطاقة أي جزيئات الـ A-T-B والماء وثاني أكسيد الكربون كما هو موضح في المعادلة التالية السؤال الثالث لخص مراحل التنفس الهوائي الجواب يتم التنفس الهوائي خلال ثلاث مراحل وهي واحد التحلل الجلوكوزي وهي عملية تحدث في السايتوبلازم ويتم خلاله تحول الجلوكوز إلى حمض البيروفيك لينتج عنه جزيئات من الـ A-T-B اثنان دورة كريبتس وهي مجموعة من التفاعلات في المايتوكندرية يتم خلالها تحلل الأسيتايل كوانزايم A لينتج عنه ذرة من الـ A-T-B والناد H والفاد H2 وثاني أكسيد الكربون ثلاثة سلسلة نقل الإلكتروني وهي عملية تحدث في الغشاء الداخلي للمايتوكندرية حيث تستخلص الطاقة من الناد H والفاد H2 إلى الـ A-T-B لينتج عنها 32 إلى 34 مركب من الـ A-T-B السؤال الرابع ارسم مخططاً ذهنياً يوضح أنواع التنفس اللاهوائي مع بيان عدد جزيئات الـ A-T-B الناتجة يوضح المخطط اللي أمامنا التنفس اللاهوائي أو التخمر والتخمر نوعاً التخمر الكحولي وتخمر حمض اللاكتيك أو حمض اللبن ينتج من التخمر الكحولي مركبان من الـ A-T-B بينما ينتج من حمض اللاكتيك كذلك مركبان من الـ A-T-B أما الآن ننتقل إلى موضوع الجهاز التنفسي للإنسان السؤال الأول رتب مراحل حركة الهواء في أعضاء الجهاز التنفسي ابتداء من التجويف الأنفي واحد التجويف الأنفي اثنان الحنجرة ثلاثة لسان المزمار أو البلعوم أربعة القصبة الهوائية خمسة الشعبتين ستة الشعيبات سبعة الحويصلات الهوائية السؤال الثاني قارن بين انتشار الأكسوجين وثاني أكسيد الكربون في الحويصلات الهوائية وفي خلايا الجسم ما الذي يساعد على انتشار الغازات في كل منهما؟ الجواب ينتشر الأكسوجين من الحويصلات الهوائية إلى الدم بينما ينتشر ثاني أكسيد الكربون في الاتجاه المعاكس كما ينتشر ثاني أكسيد الكربون من خلايا الجسم إلى الدم وينتشر الأكسوجين في الاتجاه المعاكس يحدث الانتشار بسبب الفارق بين تركيز الأكسوجين وثاني أكسيد الكربون في الوسطين فالغازات تنتقل من وسط عالي التركيز إلى وسط منخفض التركيز السؤال الثالث صف الآليات التي تنظم التنفس الجواب تخفض زيادة التركيز الثاني أكسيد الكربون الأس الهايدروجيني أو الـ PH الذي يتم الكشف عنه بواسطة مستقبلات كيميائية ترسل إشارات لمركز التنفس في الدماغ تنظم الإشارات العصبية في الدماغ معدل التنفس السؤال الرابع اختر الإجابة الصحيحة فيما يليه أثناء عملية الزفير في الإنسان ينقبض الحجاب الحاجز يتحرك الحجاب الحاجز إلى أسفل ينبسط الحجاب الحاجز يتمدد التجويف الصدري الإجابة الصحيحة هي ينبسط الحجاب الحاجز الجهاز التنفسي للإنسان من خلال دراستنا السابقة للأحجام الرئوية لو طرحنا الحجم المتبقي من السعر الرئوية الكلية ما الناتج؟ من خلال الشكل الذي أمامنا الناتج هو السعة الحيوية أي 4.5 لتر وهي مجموعة أحجام الهواء الجاري والهواء الاحتياطي الشهيقي والزفيري السؤال السادس قارن بين الحويصلات الهوائية والشعيرات الدموية في الرئتين من حيث تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون وبين ما الذي يترتب على هذا الاختلاف الجواب تركيز ثاني أكسيد الكربون أعلى في الشعيرات الدموية منه في الحويصلات الهوائية مما يجعل ضغط ثاني أكسيد الكربون في الدم أعلى منه في الحويصلات الهوائية لذلك ينتشر ثاني أكسيد الكربون من الشعيرات الدموية إلى الحويصلات الهوائية ثم يطرد غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الهواء عبر عملية الزفير عن طريق القصب الهوائية ننتقل الآن لموضوع الجهاز الدوري للإنسان السؤال الأول صف آلية عمل القلب وأدوار الحركة القلبية الجواب تتضمن آلية عمل القلب الدورة القلبية التي يدخل فيه خلالها الدم إلى حجرات القلب ثم يخرج منها وما يصاحب ذلك من انقباضات واسترخاء في عضلات القلب وفتح وإغلاق الصمامات المختلفة أما بالنسبة لأدوار الحركة القلبية فانقباض الحركة القلبية أي انقباض الأذينين وانقباض البطينين ومن ثم انبساطهما السؤال الثاني كيف يختلف تركيب الشعيرات الدموية عن الشرايين والأوردة الجواب الشعيرات الدموية صغيرة جدا ولا تحتوي على العضلات الملساء والأنسجة الضامة التي توجد في الشرايين والأوردة السؤال الثالث عندما نستخدم سماعة الطبيب لسماع دقات القلب سوف نسمع صوتين متتاليين أحدهما أقصر من الآخر ما الذي يمثله كل صوت منهما؟ الجواب يحدث الصوت الأول عند غلق الصمامات بين البطينين والأذينين بينما يحدث الصوت الثاني وهو الأقصر عند غلق الصمامات بين البطينين والأوعية الدموية السؤال الرابع اختر الإجابة الصحيحة فيما يليه الحجرات القلبية التي تستقبل الدم القادم إلى القلب هي الأذين الأيسر والبطين الأيمن؟ أم البطين الأيسر والأذين الأيمن؟ أم البطين الأيمن والأذين الأيسر؟ أم الأذين الأيسر والأذين الأيمن؟ الجواب الأذين الأيسر والأذين الأيمن؟ السؤال الخامس قارن بين الدورة الدموية الرئوية أي الصغرى والدورة الدموية الجسمية أي الكبرى من حيث مسار الدم في كل منهما الجواب بالنسبة للدورة الدموية الجسمية أو الكبرى يتحرك فيها الدم المؤكسج من القلب إلى الجسم ومن الجسم إلى القلب أما الدورة الدموية الرئوية أو الصغرى فيتحرك فيها الدم المؤكسج من القلب إلى الرئتين ومن الرئتين إلى القلب السؤال السادس يعتبر وجود العقدة الجيبية الأذينية في القلب أساسياً لحياة الإنسان ما السبب في ذلك؟ الجواب لأن كل انقباض للقلب يبدأ فيها حيث أنها مسؤولة عن معدى ضربات القلب لذلك تسمى منظم ضربات القلب السؤال السابع للقلب جانبان منفصلان بجدار عضلي سميك يسمى الحاجز وله أربع حجرات حجرتان علويتان وهما الأذينان وحجرتان سفليتان وهما البطينان من خلال تشريح القلب يلاحظ أن الجدر العضلية للبطينين أكثر سمكن من الجدر العضلية للأذينين فسر ذلك الجواب ذلك لأن البطينين يعملان بصورة أقوى من الأذينين حيث يدفعان الدم إلى جميع أنحاء الجسم أعزائي الطلبة هنا نصل إلى ختام حلقاتنا متمنين لكم التوفيق والنجاح أدام الله عليكم الصحة والعافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر